في حقيقة أكتر من لقطة يهمني أتكلم فيها في مباراة مبارح أنا بشوف أنه الحقيقة مبارح يمكن و أعتقد أنه أغلب الناس شافت أنه البداية بتاعة الأهلي في المباراة ما كانتش متوقعة خلينا أقول ما كانتش متوقعة لكنها لم تكن سيئة لكن بشوف الشوط التاني تحديداً لعب الأهلي مبارح والمغامرة الهجومية اللي رهن عليها ميستر كولر واحد من أفضل أشواط اللي أقدمها الأهلي في الفترة الأخيرة خسارة مبارح بالنسبة لي وراء وقلم زيها زي خسارة الأهلي من البنك الأهلي زيها زي خسارة الأهلي من أي فريق تاني مدام كانت تحصيل حاصل يعني مشهد مشهد فوز قارن كده بين مشهد فوز البنك الأهلي أو لعبة البنك الأهلي على الأهلي في الدوري ومشهد فوز الزمالك مبارح على الأهلي مباراة زي يعني حسابتها أو مكسبها حسابتها أو مكسبها هو هو تلاتة بنت وعلى الرغم من الاهلي يمكن ليه مبارتين مؤجلتين وليه ستة بس ليه زيادة على الزمالك مطشين مؤجلين وفرصه في الوصول للصدارة وضمان مشاركته في أفريقيا السنة الجاية أكبر بكتير لكن تعال نحل المشهد الفرحة الطغير خد بالك أنت بتكلم عن فوز لم يتحقق من 21 سنة فوز الزمالك على الاهلي في الدوري انبارح لم يتحقق في الدور الأول لما يتحقق من 21 سنة متخيل 21 سنة فاتت الزمالك مقدرش فيها يكسب الاهلي مرة وحيدة غير انبارح حالة الفرحة الطغية دي تكشف لك باختصار شديد جدا ما أنت برضه لازم يعني إزاي بيقوله الإحساس نعمة ما بالك لو كان ده مثلا حصل أو الفوز ده كان حصل عشان تحسوا بالناس وتعرفوا إدراكهم أو تقييمهم للأمور بيتم إزاي لو الفوز ده حصل مثلا في نهاية القرن يعني لو خسرت الاهلي قدام الزمالك كانت في نهاية دوري أبطال أفريقيا أو حتى لو كانت ليه عن روح لي بعيد أو حتى لو كانت الخسرة دي قدام الزمالك في نهاية الكاس لقب مباراة ببطولة مباراة حسبتها الفوز بلقب ده احنا شخصيا كأهلوية ما فرحناش الفرحة اللي احنا شوفناها في المال عبدين بارح واحنا بنفوز بكاس مصر يمكن عشان متعودين ومتفاهم تماما تماما وفيه فرق كبير بانك انت بتشجع الاهلي بس عشان تكسب يعني فكرة الناس اللي بتشجع الاهلي عشان هو دايما نمرة واحد عشان دايما هو اللي في صدارة المشهد عشان دايما طموحك معاه حدود السماء كنت بتلعب في مصر أو كنت تلعب في أفريقيا أو كنت تلعب في الوطن العربي انت واصق تماما جد حتى لو كنت بتلعب على مستوى العالم حتى لو كنت بتلعب أبطال أسيا وأبطال أمريكا الجنوبية وأبطال أمريكا الشمالية وأبطال أوروبا بما فيهم أوروبا كمان في حتة جوى جمهور نادي الأهلي دايما بتقوله ايوة تقدر بتزعى لما الأهلي بيخسر لكن هو السؤال هو انت بتشجع الأهلي في المكسب بس والخسارة لا بتشجع الأهلي عشان النتاج بس عشان الأرقام والبطولات بس يعني لو ده حصل وانا متأكد ممكن يبقى فيه جزء كبير جدا مالوش قوي في الكورة يعني ما بيحبش قوي الكورة بس بيحب النادي الأهلي هو بيحب النادي الأهلي لكن لو انت بتدور وده عتقد جزء كبير وقطع عليك جدا زي كده من جماهي النادي الأهلي على المكسب وعلى الأداء والمتعة يبقى هنا انت بتحب الأهلي وبتحب الكورة وده اللي أنا نفسي يشوف عليه الأهلي السنية دي بيحصل احنا عندنا مشوار طويل جدا في الدوري عندنا مشوار صعب ومهم على رغم النوع قصير بنكلم شهر وشوية ان شاء الله بإذن الله نقدر ننجح فيه الوصول لنهائي دوري الأبطال وبإذن الله التتويق باللقب رقم 12 في تاريخ النادي الأهلي وعيني كمان رايحة على كاس العالم اللي جاي يعني كل ده بكلمك على المدى الطويل أو على المدى البعيد كل ده عيني على الأهلي فيه ازاي نقدر نرجع ونصحح من أوضاعنا ونصحح من أخطاءنا ممكن جدا جدا أقولك انه الأهلي مبارح بيلعب وغيب عنه سكواد وكان متناول الأهلي لغاية الديئة 85 كرة جات بالصدفة كده يعني وبتحصل في كرة القدم وإحنا شخصيا ممكن في عدد كتير جدا بيبقى أداءنا مش كويس لكن بنقدر نكسب وناخد التلاتة بنت أو بنقدر نكسب وناخد لقب أو بطولة لكن في النهاية كان عدم التوفيق هو السبب الرئيسي في خسار التنبارح أو خليني يقول ان توفيق الخص من كرة ضلة يعني في الديئة 85 هي اللي كسبته التلاتة بنت يوقفنا ما يوقفناش يقلل من المجهود اللي تلعب أو اللعيبة اللي ظهرت بيه في الملعب أنا بشوف الحقيقة اللعيبة قد بتلعندها وأكتر في غياب عدد لا بأس بيه ما تقدرش تقول انه شناوي ياسر إبراهيم أليو ديانج مروانعطية الشحات بيرسيتاو كل دي إمام عشور كل دي أسماء مهمة جدا وغايبة عن لقاء مبرح وبالتأكيد وجودها كان هيساعد الأهلي أن يصنع الفارق لكن الحقيقة اللي موجودين قد دل عليهم وزيادة شوية غاب التوفيق في بعض الكرات اللي كانت ممكن تحسم المباراة وتخلص التلاتة بونت لكن في النهاية قدر الله وما شاء أفعل